مرحبا يعطيكم العافية والسلام للجميع اليوم في عنا بروجيكت في البيت اشي شوي غريب زي ما انتو شايفين الطاولة هاي وطاولات المطبخ كلها هاي فورومايكا او هذا الطبقة اللي بيلزقوها بدنا نحط عليها او نجددها نحط عليها ماربل ايبوكسي الايبوكسي هادا شارناها من امازون 230 دولار مع التاكس 230 مع التاكس 270 فتحت انا البوكس طبعا اللي ايجا فيه هاي الشغلات اضافية اللي ايجا فيه اللي هو هذا الماربل افكت ثلاث علب اولترا ايبوكسي ريزن زي ما انتو شايفين هدول الثلاث علب زي بعض اضافي جنب بعض هيك اه شكلو هادا instruction و safety sheet و instruction وايجا هاي اللي هي اه وراء الحد هاي حنستخدمها فيه هاي السفنجر فيه drop close فيه تنتين انا شاريت واحدة احتياطا كمان عندي من هون انا شاريتها اه هذا marble counter paint effects وهذا ايش counter paint kits واحد واثنين هدول مفروضين نخلطوا مع بعض شكلهم وهدول اللي بوكسي اوكي كل واحد له برضو اه اللي بتخلطو فيه الثلاثة هدول بتخلطو مع بعض A مع B وهدا زي هاذا اثنين هذا بخاخ للماء عشان تبخ الماء ومعطينا ثلاثة من رولرز طبعا هؤلاء رولرز الكويسة بتحطها مع هاي معطينا برش عشان الزوايا هنحكي كل هاي التفاصيل ومعطينا اثنين جينيس برش هاي عشان نعمل فاذرين هنحكي عنها برضو غلابز ثلاثة ستك هاي واحدة وانتينتين وانتينتين وطبعا هاي اللي دك ترسم فيها بالاضافة لهذا في عندك هذا عشان تجرب عليه الماربل اللي بدك تسوي هذا كل اللي موجود في الكت زي ما وارجيناكو هلأ حاورجيكم شو الطريقة اللي تبقى اول حركة اول حركة بتسويوها اللي هو الغسيل الصابون صابون الغسيل بتحطوا وبتنظفوا كلياتو خاصة من الزيت اوكي؟ وبعدين اذا في اماكن زي هون عندي مكان شوية عالي بتجيب الورق تبع الازاز وبحثو شوية لعيش يكون أيوا ها يستوى هيك تكون مستوى غشي بتطلع عليها كلها زي ما انتوا شايفين لزقنا كل الاماكن اللي ما بدنا يوصل لها الهدهان هذا المكان نسميناه زيدام بطريقة سهلة جدا بتحطوا وبالعصايا اللي موجودة بتقدر تضغط هيك فعشان يحفظوا يبعد الغاز هاي الاماكن اللي بدنا اشي اياها وهاي لنبدأ بالعملية طبعا قولوا باي باي لهذا اللون خلاص باي باي خلطينا النص هذا خلطناها كويس طبعا خلطينا نصه في شغلة مهمة هذه اللي حطي لكم اياها هاي للزوايا هاي للزوايا يلا ها بسم الله شايفين هيك وللزوايا وهاي هاي بعد ما نخلص الزاوية بنبدأ نعمل up and down طبعا براحتك هذا البرايمر اللي هو اول واحد بدهن فيه زي ما انتم شايفين اسمه برايمر هذا اول واحد هندهن فيه بس يخلص هذه المرحلة ها ارجيكم اياها هيك انتهينا احنا من الوش الاول او الاول زي ما انتم شايفين هنغسل هاي عشان نخليهم نضعص انه لازم نسوي اثنين لتلاتة كوتز شوية هيك نبين لازم نستنى اربع ساعات عشان نبدأ في الكوتز انتبهو لها كتير لانه احيانا بس تدهنوا هون تطلع ارجيكم زي هيك شايفين شايفين هادي ها لازم تتزبط هون شايفين كيف صار طالع ها بعملها بس هادي لانه شكله من ها ها شايفين ها شايفين ها ها شايفين هذا المكان بس اعملو له هيك شوان شعال وعنال نتيجة النهائية لبعد الثالث الوجه الثالث اليول لابنا نبدأ نشتغل عم بنتجرب على الكرتون اللي منواجدوها هاي الشغلات اللي بدنا اياها وال الفرشاي هاي وال والفرشاي اول شي رسمنا حطينا الماء هلا سنجربه على اكبر حطينا الماء بخينا وعملنا اللي هي الفردرين طبعا احنا بدأنا هون شوية زي ما انتم شايفين ها نعلمكم كيف تسوي هاي الحركة البنت الموجود تمسكوا الفرشاي بطريقة خفيفة وبتعملوا اي حركة هيك وبنفس تقريبا الباتن اللي انتم مشعتوا فيه تكملوا من هون وتكملوا من هون طيب الحركة السهلة اللي بتكم تسويها اللي هي جدا سهلة تجيبوا بخاخة الماء اللي موجودة وبترشوا من حوالي 20-30 سنتين ارتفاع وبالفرشاي تصير تعملوا فيدرين طبعا اذا بدك اي اشي تشيله ممكن تشيله تخففه هيك تعطي زي افكت ثاني وانت شو بدك تصير تخفف من الشكل اللي بدك هنا تقدر تمسح طائفا بس قبل ما ينشف قبل ما ينشف تقدر تقدر تزيدوا شايف تدخلتها هون بدي اطلعها تدخلها هيك ممكن اخفف شوية توقع كويس الآن بدي اعمل حرف Y زي ما تشايفين من هون هيك حرف Y بخاخ الماء و نبدأ بسم الله موسيقى 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 المترجم للقناة 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 لبوكسي عادةً بده أربع ساعات عشان ينشف بعد حوالي يومين يعني 48 ساعة بتقدر تستخدم الكاونتر هذا وبعد سبع أيام كاملة من النشفان تقدر تحط عليه أي إشي فبده وقت عشان ينشف بس في شغلات هلا ححكي لكم إياها خليكم طبعا بعد ما ثلاث داعي و 15 ثانية وشوية زدنا نعمل بنصب الإبوكسي هذا كويس لسكس فيت أتوقع هاي يعني سكس فيت نعمله على ثلاث سطور عشان يصير متوازي أكتر طب نخلي شوية إحتياطا إذا بدنا باي هون شوية هيك في ضايلة شوية خليهم جوا وبنبدأ بال نخليه يمشي فويها بس خفيف يعني حيث إنه نوزع كله على السطح لما شايفين توزيع السطح فقط عشان يصير مستوي اللهم بس عشان يصير استوي نبعد شوي على الحفة هنرجع للحفة لاحقا شايفين أنا بدون ضغط بدون شايفين الحفاف عم بيجي عليها في هاي الطريقة هو سائل شفاف كنتو مش شايفينه كويس بس سهل جدا شايفين تفزيعه حلينا اوزع من هون ابدأ من هون وهلأ برجع ل الزوايا بعد شوي طبعا بعد ما عملنا السطح هذا كله بدينا نعمل بي الزمن شايفين عملت هيك وباخد منها شوي وعلى الأطراف عشان تكون كاملة احاول اني اعصل طبعا هو حينزل بس عشان يكون نفس المستوى بعد ساعة تقريبا شنا كل التاب اللي كان حوالين المغسلة وحوالين الهاي عشان ما يلزأ واللي حطناه بتتذكر هون تحت هاي شنا وخلينا هذا الدروبس عشان ازا فيه لسا راح ينزل نقاط ووضع صعب لكن شكله مغرم وارجي كل النتيجة بكرا معن هاي النتيجة النهائية زي ما انتو شايفين هموست كلير في شوية بابلز هون حاولنا قدر المستطاع لكن مش مبين كتير هاي النتيجة النهائية تقريبا منظر جميل بشكل عام اتوقع انه البروجيكت سكسسفون فيه ثلاث اربع شغلات حاب بحكي لكم اياها اول شغلة موضوع الغبرة يا جماع احل انت بتوقع انه ما في عندك غبرة في البيت وانه البيت نظيف وكل شيء لكن الارض اللي تمشي عليها فيها عليها غبرة لازم تمسحها كويس 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 حتى الشغلات اللي فوق يعني مثلا الفوف احنا هذول لازم تمسحها كويس لانه كل ما مشيت وتحركت في الغبرة كل ما صار عندك غبرة على هاي السطح هذا السطح فريستيكي الشغلة الثانية مرت اقريبا 12 ساعة لحد الان 10 ساعة لسه مش ناشف فتوقع حسب الكتاب او حسب مهم الكاتبين بده 48 ساعة عشان ينشف وبعد سبعة ايام باقي الاشياء كاملة بشكل عام شغلة مهمة جدا ايديك لازم تلبس كفوف قدر الامكان انا لسه لحد هلا ملزقين ايدي هاي الشغلات اللي حبيت فعلا غيرنا منظر الكاونتر اشي جميل جدا بنظر الجميع يستخدموه في ناس بيحكوا عن البابلز هاي كيف تشيلها في طريقتين يا اما بتجيب تورتش الغاز بعد ما تنزل بعد ما تحط الابوكسي بتحبيه هيك بتبلع التورتش عليها والشغلة الثانية بعد ما تخلط المحلول هذا بتحطه ب علبة مية سخنة وبتخلي الاستيك فيها فبيجمع البابلز عليه وبعدها بخفف فعلا البابلز هاي انا جربتها وفعلا رهيب فان شاء الله تكونوا استمتعتوا شوفونا في البروجيكت لما بتعمل هذا الايبوكسي بصير عندك ارتفاع بسيط يعني ممكن مليمترات فبصير عندك جاب بين الحيطة والايبوكسي نفسه فعشان هيك كلهم انك تعمل انا حطيته هلا كله تحط سيليكون حوالين الايبوكسي زي ما انتو شايفين مخبص بعض الاماكن بس يعني سكر الجاب اللي موجود هاي هاي الاستطري خلينا ننظف هاي فهيك تقريبا احنا خلصنا بنستنى المرحلة النهائية للنشفان هيك انا انهيت الفيديو ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذه التغييرات اللي سويناها زي ما انتو شايفين كيف كانت وكيف صارت منظر جميل ورائع ان شاء الله نراكم قريبا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد